خلينا نقول ان الورقة اهو. تمام? اهو هنا. اهو حطة. علشان لو احتاجت ورقة تكملية هسحبها على ظهر اهوة تمنش مجهزة حاجة عشان الناس اللي بتقول ان انتي بتسفرنطيش الورقة قدامنا. فانا فرنطت الورقة قدامكم وطلعت القراءات بتاعتكم واكمالها هاخدهم. تمام? خلينا نبدأ بداياتا زي بدء زي بيت في حالة عاطفية لبرج الجوزاء. اول حالة معانا بتقول اللي متأخرين الزواج واللي صبرهم كتير جدا. واللي كانوا برين باهليهم جدا واللي رفضوا اكمال الزواج وفضلوا الصبر علشان خاطر يفضلوا عايشين مع اهليهم ويخدموهم او يساعدوهم. طبعا ربنا هو اللي هيجيب لكم حقكم طبعا. وربنا ما بيرضاش ابدا ان هو ما يديش لبيناء ادم حقه. يعني انتو زي ما ضحيتم زي ما ربنا هيبعت لكم اللي يهنيكم ويساعدكم. ويبعت لكم الخير وزيادة. خلاص? فان شاء الله ربنا هيرضيكم ماديا. والحيرة في موضوع الزواج ربنا هيرسيكم على بره ويبعت لكم الخير ويبعت لكم ابنة او بنت الحلال اللي يستهلوكم واللي يبعت لكم السعادة واللي انتو صبرتو كتير. وفضلتوا قاعدين مع اهليكم كتير عشان خاطر تخدموهم. فان شاء الله طبعا كما تدين تدان. يعني زي ما انت بتعمل زي ما هيتعمل لك. زي ما انتم عشتوا لخدمة اهليكم. ولمرعيتهم. ربنا هيبعت لكم اللي هيخدمكم واللي يرعيتكم. تمام? خلينا نشوف حالة تانية من حالات برج الجوزاء. حالة تانية من برج الجوزاء. واللي تم الفراء والبعد بينكم وبين حبيبكم. بسبب الصرف. مش بسبب الصرف. بسبب قلة المادة. فالقلة المادة دي قدت لانكم تسافروا او تبعدهم. علشان خاطر انتو حسيت ان انتو مش اهل للارتباط ده. تم ابعادكم غصبا عنكم زي ما بيقولوا. كان نفسكم ان انتو تبجنب حبيبكم. كان نفسكم ان انتو تكونوا معهم اسرة سعيدة. ولكن ام بتقت الريح بما لا تشتهي السفن. اي جهت الريح باللي انتو ما بتشوهوش وتم رفضكم وتم ابعادكم وتم انفصلكم. اكتهدتم كتير. بعدتم علشان خاطر تكتهدوا كتير. وتجمعهم كل قرش وكل مليم. اسفة. وترجعهم وانتو اهل للعلاقة دي. اه ان شاء الله ان شاء الله يا رب بس بعد زوال الغمة يعني. فان شاء الله انت هترجعهم بعد اللي بتلقاته بعد زوال الغمة. وهتتقدمهم تاني. او هتبدأوا علاقة جديدة مع حد تاني خالص. لو انتم مش خلاص رفضين قرامتكم ان انتم ترجعوا لنفس الباب. فهيكون ليكم اعداد وتجهيز وبدء في حقيقة جديدة. كلها امل وكلها سعادة وكلها اسمار وبعد الالم وبعد الواجع وبعد الجرح. هيكون في مدوية من ربنا ليكم ولجرحكم. وقد كده هتكونوا صعدة جدا في الايام اللي جاية. وان شاء الله ربنا هيبعث لكم كل الفضل وكل الخير. حالة جديدة من حالات العاطفة لبرج الجوزاء. واللي تم الانفصال والبعد عن الحبيب. ولكن من غير اي سبب. ومن غير اي ابداء للاسباب. بعد وانصرف وقفل وعمل كل حاجة. انتم مش فاهمين هو اتعمل فيكم كده ليه? طب احنا قدمنا ايه وحش? طب احنا قدمنا ايه? نستهل عليه الحزن ده كله? آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ عايزين نشوف حالة جديدة برضو من حالات برج الجوزاء واللي تم الطلاق أو الانفصال بسبب عوامل خارجية أدت لكسر البيت وهد حطام وبعدكم عن بعض والانفصال وعلى قد ما انتو بتحبوا بعض انتو الاثنين وعلى قد ما انتو تعرضتم لألم شديد من الانفصال أو حدوث الطلاق إن شاء الله إن شاء الله يا رب في لكم رجوع وفيه إصلاح لما تم هدمه وعايزين نقول إن كان الفراء بسبب أسحار وبسبب طاقة سحر رهيبة قدت للفراء والتفرقة وإن انتو يعني اتعرضتم لعلاج أو قمتم بطلب العلاج ليكم والحبيبكم أو حبيبتكم إن شاء الله فيه رجوع كبير جدا بهانا كبير بشفا كتير إن شاء الله وفيه سعادة لقلوبكم بأكتر من ما تتمنوا إن شاء الله فيه طاقة شفاء كبيرة جدا إنتو لاجأتوا للعلاج الصح وتم المدواة بالفعل وفيه هيتم الجوع وهيتم بناء من أول وجديد للبيت أو للعلاقة وإن شاء الله ربنا ههنيكم وإسعدكم ودي كانت قراءة حالة من حالات برج الجوزاء هنشوف حالة كمان حالة كمان من برج الجوزاء إن شاء الله إن شاء الله يا رب عايزين نقول إن تم خلاف أو بعد بين أطراف الطرقة ديت قناءا عن اختلاف مع الأهل وخناءة كبيرة نشى بيت ما بين الأهلين أو أهل الزوج والزوجة أو أهل الحبيبين وتم بعد كده الانفصال والتفرقة بينكم حسيتم بقد كده وجع حسيتم إن انتم تموتوا بالبطيء حسيتم إن انتم قلبكم اتقطعوا الشال من مكانه خناء أنتم ملكمش فيها أي يد وليس لكم فيها نقة ولا جمال ومنتوش عارفين إيه الحكاية وإيه اللي حصل وليه كان في حقد كتير كان في حسد كتير كان فيه طاقة سلبية كتيرة جدا بين أفراد الأسرتين أو القبيلتين خلينا نقول وتم الأفريق بينكم والبعد بينكم وإن ما ينفعش ترجعوا البعض لإن حصلت الخناءة كانت خناءة كبيرة جدا عملت أضرار ما بين العيلتين والعيلتين عندة جدا ورفضين الرجوع طيب في الحالة دي انتم بقى إيه اللي مكتوب لكم في اللي جاي الحبيب شايفكو إزاي الحبيب شايفكم من بعيد متحصر عليكم عايز يرجع لكم بيحبوكو جدا منهم يعني منهم ناس تم الارتباط بشخصيات تانية ومع ذلك هم مش لقيين السعادة نفسهم إن هما يرجعوا لكم إنتم ولكن وجود الأهل منعهم ومنعكم من الرجوع المسألة كانت كبيرة قوي 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 اتعرضتم لواجع كبير قوي قوي هما كمان اتعرضوا لزيه لسه بيفكروا فيكم لسه بيتابعوكم لسه بيرقبوكم من بعيد وبيتحاولوا ان هما يتطلعوا لأخباركم ويعرفوا عنكم كل جديد يطرى ليكم رجوع معهم ليكم رجوع ولكن بعد فترة من الزمن ليست قصيرة فربنا يا ربي مع شاملكم لو ليكم فيهم خير قراءة كمان للعاطفة لبرج الجوزاء خلينا نقول للعزاب ومتأخرين الزواج واللي طال بهم الصبر واللي منتظرين الفرج واللي منتظرين فرسان الأحلام وفتيات الأحلام وعايزين يكملوا احلامهم ان شاء الله في تقارب مع شخص او انسانة قريب جدا هيتم التلاقي بينهم وبينكم ان شاء الله وهم بين قدمين هيدخلوا حياتكم في شكل زوار او اشخاص هتتعرفوا عليهم في جروبات دردشة هتبدأ العلاقة زي زيارة وزي معرفة عابرة وبعد كده هتتوتطد وهيكون فيها نجاح وبعضهم هيتم توطيط للعلاقة بزواج وخطبة وبعضهم واللي من بلد تانية ومن بعيد جدا هتبقى علاقة حب دايما وجمدة ولكن المسافات هتبعدها ولكن في وقت من الاوقات هتجي اخبار وهيجي الحبيب او الحبيبة هتقوم بزيارة المكان اللي انتم فيه وهيتم اتمام للزيجة او للخطبة وسعادة كتير لجميع الافراد اخر حالة معنا النهاردة لحالات برج الجوزاء خلينا نقول ان شاء الله ان شاء الله يا رب بالنسبة للمتحبين والمرتبطين مع بعض والمتزوجين ان شاء الله فيه ليكم ان شاء الله فرصة كبيرة جدا للحمد وفرصة كبيرة جدا لانجاب اطفال بقى صحاء في الفترة اللي جاية ان شاء الله وفيه كمان هنقول شفاء لو فيه حد مريض عندكم في البيت فيه ليه شفاء إن شاء الله والكلام ده ينطبق مع بقية حالات برج الجوزاء فيه شفاء فيه رزق فيه قدرة كبيرة على فهم الأمور وحكمة فيه تحصيل علم فيه نجاح إن شاء الله كل الحاجات دي هتبقى جميعا لبرج الجوزاء كله خلينا نشوف قراءتك لعاطفية يا برج الجوزاء بالنسبة لعموم برج الجوزاء القراءة اللي من الرومانس طارد واللي بتعزز قراءتنا بتقول إن إحنا محتاجين إن إحنا نفتح عقلنا ونفهم الناس اللي قدامنا والعلاقة اللي هي توقم الروح أو علاقة المتحبين لازم تبقى فيها أخد وعطى ما نقفش ما نتلككش ما نتخنيقش ما نزعلش بسهولة نحاول إن إحنا نطول بالنا ونحاول إن إحنا ندي مدى للحياة ونحاول إن إحنا نتواصل مع محبوبنا ونحاول إن إدلهم كمية وافرة ووفيرة من الحب والعاطفة علشان هم كمان يردوها لنا بالمثل بتمنى إن إنتو كون لكم تكونوا بخير وعلى خير وأتمنى إن ما كونش أطلت عليكم بتمنى إن إحنا نوصل بعض إن شاء الله للخير والسعادة بحب التصبولي كومنت طيب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر